القيام الأخير بيبدأ اليوم والقيم راح يكون من أفضل الأقيام صراحة شي أنا مرة متحمس له اللي هو بيكون بين فريق فوكس جيمينج وفريق جي أكس آر لتوب يقول لهم إن شاء الله فريق فوكس جيمينج وقدرنا ناخد نظرة سريعة عليهم كلكم تعرفونهم الشباب موجودين من السنة الماضية عندنا في التوب لين بس هو التغير الوحيد اللي هو إكس بيكس بيكون مكان سينيو عندنا في الجنجل أيضا أمهيرو موجود وبرضه حتى ميراي موجود لكن بقيم هذا على أغلب أنه راح يكون أمهيرو معانا في الجنجل أكاشي في المدنين وأكيد براكشس مع نوفا في ألبو اثنين اللي قاعدين يشوفوا السمورت الزديد مع فريق فوكس جيمينج أول كنا نشوف كثير دين ركية مع براكشس لكن هالمرة هذه راح نشوف نوفا بمكانه طراحة فريق فوكس جيمينج إلى الآن يحتاجه أن يتحسنون أكثر عشان يطلع فريق فوكس جيمينج اللي كان مدمرا لكل في السنة الماضية إلى الآن نحن ننتظروا والشي هذا دائما نكرره في كل مرة يظهرون معنا في المباريات وما أدري إيش اللي مأخرهم يوصلون للنقطة هذه فتوني إيش رأيك إيش اللي ممكن يحتاجونه فريق فوكس جيمينج عشان يوصلون للشي اللي كانوا يمسوينه السنة اللي راحة ولا خسارة كل الموسم بس خسارة واحدة فقط ويلعبون بطريقة مختلفة عن أي فريق ثاني والله هو ما حسنا في كلامك أنهما مؤنضر برفومين أوي بس ممكن عشاننا عندنا إكسبيكتيشنز عالية موضعهم يفعق ناوي لكن هما أحلينا سكر بتاعهم فورتو يعني مقدين برضو مش مفيش يعني أنتر فوميغ بالشكل اللي إحنا نبرق خليّني أسألك سؤاله فريق فوكس جيمينج اللي الآن يقاعدين يشوفه تواجه ضد فريق فوكس جيمينج اللي بيشوف السنة الماضية كيف تكون المباراة مرة مختلفة صح؟ خصوصا أنه فوكس جيمينج أول ما كانوا يفوزون للجيم بس كانوا يفجرون للتيم الخصم كانوا مرة استومب بشكل موطف يعي فلايش مو جاعد يصير الشيء هذا الحين؟ مش عارة بالضبط يمكن بعض طغيرت الروسترز بس انا شايف ان كإنديفيدولي البلايرز كلهم كلهم بيلعبوا حلو عندك انا اتفجأت بالانما كنت بصت على الستات اتفجأت ادران اكس بيكس عنده اعلى كده ايه في كل التو بلايرز دي في التورنيمنت الكده بتاعه فايفون 3 اهم شي ما يلعب برجس اه؟ اهم شي ما يلعب برجس مع انه بيلعب برجس بس تقريبا بس كده بتاعه عالي جدا ده كنت شيء مستغرب جدا طبعا ان انت لما تلاقي كده عالي كده تلاقي حاجة حاجة اجريسيف حاجة يعني ايريليا مش حالف ايتروكس مش برجس خالص بس يعني مدام بتنفع غارها ليه يعني مدام الوضوع شغال وهو اخر جيم كان بيلعب مالفايت طبعا مالفايت مالفايت انا يعني هو بيلعب الواحده تقريبا بس كان مقدي كويس ف يمكن بس انا اسم شوية شوية بس انهم يتعود على اللعبة بعض لكن كان الوضوع جدا حتى بيروكشيس بقى له تقريبا سري جيم وزورة بعض بيلعب بيلعب فيروس وكان مقدي حلو اخر جيم كان هو اكاشي الوضوع منهم كان حلو جدا كان بيلعب حلو جدا اكاشي بوريانا يعني لازم لا تسبش اكاشي بوريانا بصراحة بيلعب حلو جدا 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 فالجيم بصراحة كويس يمكن بس كان يعني مثل يقولوا كده لكل قواد ينكبوا يعني ممكن يكونوا لعبوا جيم ويحش جيمين ويحشين لكن هما كويسين جدا بصراحة فعلا واخر جيم لهم بييروا النقطة هذي اخر جيم لهم فعلا شفنا اوجان الاحساس حق فريق فاكس جيميج اللي شفنا في السنة الماضية وان شاء الله انهم يتحسنونه من الافضل الافضل بس برضو اينام يحب اسألك عن فريق فاكس جيميج اكيد انك تعرفين عنهم اشياء اكثر هل ممكن انه يعني الراسرة الجديدة حقتهم انها تسوي اداة افضل من الراسرة اللي شفنا في السنة الماضية ولا الى الان حسين انه وراهم يعني طريق طويل عشان يصروا لنقطة هذي اكيد ممكن يقدموا احسن انا لحد الان واذا كنت ريفل من عند اكس بيكس ولا كامي من عند اكس بيكس اعطان اكس بيكس كارين شامبيون باش نشوفه باش نشوفه بس فول potential ذات بلاير اكس بيكس بيكس وضعهم دائمون وانا في السنة انت تعد ديمو بكون قرية لا احاول في نجاح باللوان انت ت chopper وانا تفارمهم كما تستخدم بزان أكس بيكس بيكس وانا ام هيرو فارم انا اتفاول انتظر بتحديد اكس بيكس لكان ينتهى ايضا لأنه سيء من اليسيق priorities ولكن وى تبرنا بس يحتاجوا انه يلقي البرتة مناسبة اللي يقدر يسوي فيها الكاري بس هنا النقطة انه اليوم بعد فيه تغييرات زيادة في الراستر كلمنا حنا انه نوب احتمل ان يلعب مع بروكشيس بس وصلني خبر قبل شوي نارو كيا راح يكون فيه البوتلين مع بروكشيس زيادة على كذا ما راح اكاشي يكون متواجد في القيم اكازان راح يكون فيه مكانه فالتغييرات هذه الى الان مستمرة وكل مرة يلعبون راح نشوف تغييرات اثنين ثلاثة يتغيرون فيه الرول حقهم زي ما شفنا مثلا اكازان يلعى في التاوب هالمره راح يشوفوا فيه المدين مكان اكاشي وهو المن رول حقه فرايك اينامي هل يتوفين انه راح يقدمون هذا اكايس بعد ولا برضو تغييرات هذه قاعدة تسوي لهم ستباك شوي اتوقعهم بفعله 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 لأنه كان يتبعهم بفعله وممكن يتستنوا انه اكاشي فالتغييرات بفعله 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 نحن نعلم بفعله 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 اكاشي نحن نرى بفعله 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 اكايس ماهو كيفدي مع الروم اللي سوي شيينز نفس الكلام مع البيكات لحقه ثريفن وغيره وسايلس لكن برضو البوتلي الحقه ماهو تحس عليه تركيز كبير والبلايز اللي ممكن يسويها بفعله بفعله هي اللي تفرق بين الفوز والخسارة فتوني انا ابي اعرف اكثر عن الماتشاب هذه اللي اول مره نشوفها اليوم بتكون ناروكية بروكشيز ضد رست بفعله كلها سامي بتخوف مرة صراحة فايش رأيك بيها ولا هي اول مرة نشوفها اوكي فمفيش شيكسببتيشنز يعني مش هقدر اقول بالزبط اللي يحصل بس زي ما تقول البوتلين عم متا بتاع جالاكسي ريسرز كويس جدا 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 انا متحمس اكتر بصراحة للتوك لين انا شفت يعني تشينزي كان على ايريليا يعني اتمنى ما يسيبلوش ايريليا كان متقلق جدا ايريليا كان بيلا بيحلو جدا اه ولو اشوف ناها دد دد اساني بس اشان انا برين لاجنج ما ليش ساعدوني اه اكس بيكس في التو بلين اه اكس بيكس شكرا شكرا دد اكس بيكس هنشوف متشاب حلوة جدا اتمنى اتمنى جدا مشوفش تانك متشابس اتمنى جايب لي جراجس اتمنى جايب لي ساين وهم عملين يفارموا قدام بعض اتمنى مشوفش حاجة زي كده اه زي ما كابتقول انامي ممكن بغياب اكاشي يبتدو زي زي ما خاصت جدا في انوبس لما بتنامبطة نلعب على على ماجد مسلا يبتدو نشوف شوية بوتنشال في البوت شوية جيم بلاي في الميدلين اه ما بقاش على طول واحد بس هو اللي بنلعب عليه والبقى كله بيحاولوا ييساورتوه وكله رسورسز هو اللي ساحبها ممكن ده برضو يحصل نفس المدورة النهاردة في فوكس جيمينج ويبقى كل انديفيدوال هو بيعمل هايز اون جيم يعني اتمنى كده راح نشوف ان شاء الله اشياء كثيرة ممكن تحصل في كل الماتشوف مو بس بتابلين وهذا اللي يحمز كفير مباراة زي كذا فريق جي اكس آر يعني من بداية الموسم كان هم يعتبرون من اقوى الفرق الفريق اللي كاعد يهزم احسن اللعبين الموجدين حتى لو انهم خسروا فن خسرتهم مرة صعبة ومو سهل الفريق الخاص بني ياخذل منهم الفوز اصلا فرح نشوف شوية ممكن نقدمونه بس انامي رائيك في فريق جي اكس آر رائيك في البوتلين مع بريلاي زورست هل ممكن يموجهون ا الاحد مثل موسم براكشيس ناروكيا او لا للصراحة اي think مش حسن بتلين موسم براكشيس براست حسن السراحة ستكون موسم براكشيس ناروكيا بروكشيس براست اكس براست 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 بالراست حسن سوف ان نرواكيا ومارات بقائنا براست افتحار للا وهنشوف عن TN. هل يمكنهم البراليزة وراثة ناروكيا وروكسيس؟ طبعاً يمكنهم. لديهم مكانيكات والمستوى لفعلها. ولكنه سيبقى على الدرافت والجميع. فعلاً. ودرافت سيبقى كثيراً لأنه ناروكيا وزيادة على البراليزة. هناك مجموعة مختلفة فيهم. يعني كلهم يلعبون الروكيان. كلهم يلعبون الانجايت support مثل ريل. أكيد أن كلهم يلعبون اشياء مثل Thresh مع البيل. ومع القيجز اللي ممكن نتير. سنرى ما يمكن أن يسيه. صراحة الجامل سيكون مرة ضروري. ويبي يفرق إذا الفريق راح يفوز في المباراة أو لا. لو نتكلم الآن على أكازان في المدنين من فريق فوكس جايمينج. هل ممكن أنه يبي يقدر يغطي الأداء اللي كان يسويه مع أكاشي أو لا؟ دائما قالت إينامي قبل قليل أنه أكاشي صراحة يعني خلاص. نلعب باسف ننتظر كاشي هو اللي يجيب الليد. وبعدها نلعب بحوله ونقدر نفوز الجامل. لكن أكازان هالمرة هل هو فعلا راح يساعدهم أنهم يوصلون لمن النسخة الأفضل من أنفسهم. أو أنه أكازان راح يعني يغير البلاي ستايل شوي بما أنهم مو متعودين على البلاي ستايل حقه. أبس ألكتون. أنا أظن بصراحة أنه سيساعد أنه موضوع. يعني كل شخص سيبطل يعني يخدم على شخص واحد وكل شخص يحاول يلعب على شخص. أنا أريد فقط أتكلم عن البانز. أنا شاهدنا إريليا بان من ناحية فكسي ليونج على طول كده يعني إريليا بصراحة لو أدتها لأي حد من التيم. لأي حد من التيمين. سيشاين بها جدا جدا جدا. سأكون لازم شوفها في البان. سرافين بان. أنا مش هشوف اللي شامبين ده ولا في السولو كيو ولا في البرو بلاي. تعرف اللي هو تعمل ليه أصلا. أنا سوي له بان في كي جيم سولو كيو. ما تلومنا صراحة. لا صراحة يعني شامبين. يلا مش مهم مش مهم. حاليا أهو ثريش. يعني هكريم لليا بان الاتنين باربع رجلين ما شاء الله. بلو سايد. بلو سايد. بلو سايد. فهذه الفرصة ان نشوف ايش ممكن نسوهم بالدرافت حقهم بودفريق جي اكس آر. جي اكس آر البانو الأخير حقهم راح يكون باروس. وزي ما ذكرت يا توني انه باروس كان ياخد براكشيس في كل جيم. لعب في الفترة اللي راحت فتوفيق لهم في المبارا هذي. لازم يغيرون من الشويات البكات حقاتهم غير التغير اللي سار فيه. أيضاً بيكون لبكاته جيدًا مهم. واحتماله ان انه هو اللي تسول البييغو تأتدار. فييغو تأتدار. فييغو وين؟ تريستانا و yen. سستغيرو تأتدار حقhartل، هل يشبرون تريستانا م PEAK ام لا؟ تريستانا خوبصة كفي ارتار حق BAB Desert قادر. أهم كأتدار. لا أعتقد أنه سيجعله 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 أنا هنا أيضاً، كان يجعله سيجعله سيجعله فليبير فليكس فيك فليكس فيكس الاثنين نعم يجو مد 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 فليكس فيك بين التوب والجونجل حالياً GXR لا يوجد أي فكرة فوكس جنونج الحار يعمله بالضبط وليس نعم كلنا نعم هذا الأليسر طالما من فريق فوكس جيمينج لكن أريد أن نذكر نقطة مهمة إنه لو فليبير يكون مع فريق فوكس جيمينج أرى أنه أفضل يذهب إلى الجنجل لأنه الماتشوب مع أدير مرة حلوة ويكون لدفانتج معه سنرى إذا هو يسويه أو لا أصلاً لكن GXR سيجعله 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 فنرى ما يمكن أن يواجه من أن يأخذها توري أنا متطعّل فيها سيجعله سيجعله سنرى ما يمكن أن يقدم سيجعله تحتاج شكراً XR, X-Pix ما رح يلاقي لكنني احبت الأليسر في الثالثة لأنه لو ما أخذوه الآن ممكن يتعمل له بان وهو أحسن بكونتر لريل ممكن ممكن أن يضعه او دير لكنه أكثر لريل فهو جيد من فوكس غيمين صح وحلو جدا في الروم يجي في ناس الوقت يعني بيه حلوه مع البلايسر بتاعنا روكيا وفي ناس الوقت بيهدل بسيجي للكمبسيشم اللي ضد الكمبسيشم بتاع جي اكس ار فتو كان او دير او سيلس او ريل كل دول ميليس انت عايزت باعده وانا تكريش بتوعك فاليسر بيكي انك حلوة جدا ولكن اه ايه 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 نحن نتوقع بشكل جيد من البلايسر لأنه يتحدث مع الماتشاب ايه هاي ذا الفكرة زي ما قلت يا اينامي تديروا بولي بير اكثر من الخصم فهذه نقطة مهمة صراحة مع موضوع الرومز خصوصا انه قاعدين نشوف اكازان هو اللي بيكون في المدلين مو اكاشي وايش ممكن يقدم معه ايضا مع الرومز اللي سوية في المدلين مع اليستر هذي كده هاسئلة لازم نعرفها جوبتها بس قول كده ودنا نشوف البانز في الفيزة الثانية عندنا جي اكس ار راح سمون بان الجينكس بعد كرايكس وفوكس كيمينج تركيز عالي جدا على الاتي سي كلاها طارت جي اكس ار عندهم كايسا اعطوا اللي بياخذونها راح نشوف ايش بيكون الانسر في ريك بوكس كيمينج طيب السايلس بيك حتى الان يا ايناب هل بتشوفين انه يعتبر كويس خصوصا مع اننا نعرف الالتمت اللي موجودة في ريك بوكس كيمينج يعني الالتمت فولي اوكي اولتمت أليستر اوه نفر مايند كنسلي كلامي لانه الالتمت سفورتين هي اللي راح يأخذها بس هل فيه اولتي ثاني يمكن يستفيد منها ولا بس تركيزه دائمي على بسفورتين الايسر و البولي استغرب من بيك ميس فورشم بعكال قلت طب هو بيك اي أرجوك كميل رائع كميل في التوب لين مع إكسوكس سنة وانا وذا ايه اقوين مش ايه لا 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 اقوين فبان هو بس قاعد يستهبل يقول انه اه فرطة بيهاها معنا هو يجهزنا للمباريات ان شاء الله في الأسبوع القادم انه اقوين رح يكون موجودة اكيده سال فكيده بس اوكي إكسوكس قاعد يلعب كميل إكسوكس على كيري توب لينر ما رح يكون في الجنجل البوليبير بيك ما رح يكون في التوب ليني بيكون في الجنجل يا قمي قررتني كنت لسهة اقول مالفايت ليه 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 ليهيش المشكلة مالفايت بيك أعسنه يكون مالفايت بيك كنت لسهة اقولها لقيته بكها يعني انا كنت عايز انا بقى بان جميعا كمي موقع اوكي هو فيه فيه فل اي بي وداخل زعلان شكله ما اتوقع انه رح يسوي شي غير كذا لانه لو نعرف كيف دي و البلستيل حقه في السنة الماضية كان يأخذ غاليو عوضهم على ديث كاب وكان يلعبوا في الـ AP فما بالك فيه مالفايت أكيد أنه راح يروح في الـ AP فبيكون عندهم كومبو كويس مع ريل مع سايلس سايلس بيسر قلقات حق تبس فورجن أيوي دامج مطبيعي كلهم اللي موجودين الآن بكات حقاتهم كويسة سووا اللوكن خلصوا من الشاب سيلكت خلونا نتكلم عليهم نبدأ معك يا ايرامي رأيك في VTXR وكامبوزيشن حق فوقس جيميغ وخلصيني بالذكر أيضا أنه X-Pex يلعب كميل في التاب وليس يلعب تلك أنا مجموعة عن ذلك أقول نعم نعم غراغة 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 فهذا قوي جدا وعقه هو مقابل لأنه غراغة لكن انا أيضا في غالكسي أحبت بطلين أحبت بطلين سايلس أيضا والأخر لأول مرة X-Pex يلعب تلعب 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 وقعني X-Pex من هذا فهذا أحبت غراغة ولكن احبت أيضا تلعب 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 ويجبر فريق GXR انه ما يلعبون بالفايت فل-A-P ممكن انهم يلعبونه فل-Tank كده بيكون مرة صعب أنك تقتله وما حد يكتر يمر من خلاله فإيش رايكة فأني هل توقع يروح فل-A-P هل توقع يروح تلعب؟ أنا كنت لسه أقول كده انا المفروض يعني لو انت مش عايز تفليكس وتاخدها سيف وتلعب ببساطة من غير اسمها ايه يعني يعني أريد لعب عادي يعني أنا شاهد أن مولفايت تانكي هنا كويس جدا جدا تعتقد في كل ايدي مفيش شيئ أحسن من كده بالنسبة للمولفايت يعني أنت مش هتشاين يعني مش هجيب أنت كلب الألت ولا شيئ بالكل ايبي بس هتبقى قويس جدا جدا في التين فايتس هتبقى في التين بتيك أنت قريدي عندك قمت بسيطة كفاية عندك كايسة عندك سايلس هتبقى مش بتاعهم قويس جدا سايلس هنا الألت بتاعت أليستر طبعا حلوة جدا عليه يقدر يساق برضو ألت بولي بير ألت كاميل طبعا حلوة جدا في العيس تبيك أب أي حد إنجج حلو جدا من GXR نقطة أن فاكس جيمينج فول إيدي دي يعني دونسايد كبيرة جدا جدا لهم لو الجيم تول مولفايت هيبقى برا عن مش هارف عايز أقول توريت متحرك بس توريت ممكن يتدمر عن مولفايت هيبقى أسوأ من كده شوية فأنا شايف أن GXR معهم كومب أحسن شوية لماذا يساق بقول لين سواب طيب؟ لماذا تشينز يروح في الميدلين ضد فيييكو وبنشوف مولفايت في التابلد كاميل ويرح فلتانك على طور؟ أنا توقعت كده يعني أنا قلت ممكن يعملوا كده برضو بس ما رأيتش بدي حاجة هلومة أنا قلت في الآخر هيقوم سوابينها قدامنا مولفايت بسايلس يعني عبدو سايلس ميد يمكن يعملوا كده في إن جيم بقى أنا ما رأيتش بس فعلا مولفايت أنا توقعت نايم الفايت عشان لقيت كاميل يعني أي حاجة بتطلع إيدي دامج ضد مولفايت أنت حرفيا بتقبض دماغ في الحيط يعني أنت لبتؤذي نفسك كاميل مش هت... هو صخرة مش هتموت فممكن جدا يسوابوا التوب لينر بالميدلينر نعم 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 أي شيء ممكن يصير صراحة خصوصا أنه أكذا موجود في الميدلين وأحس أنه عنده أشياء كثيرة لازم يثبتها في الجيم هذا خصوصا أنه يعني الشباب هم متعودين أنهم يعني ما يلعبون على حول أكاشي خلاص متعودين أكاشي في الميد خللنا نعطيها الليد وبعدين نلعب حوله هالمرة هذه أكذا عنده أشوز كبيرة أنه لازم يعبيها فأنه يشوف إذا بيقدر يسوي النقطة هذه طيب قبل ما ندخل على الجيم على طول لازم أسألكم المرة نبدأ معك إينامي فوكس كيمينج جيكس أب فوكس كيمينج فقط لأنني لا أريد رؤية كراكس نعم إنها الدرجة إكس بكس كراكس مروا باقس للإي سي طيب توني طيب توني هتبقى أول مرة بعد نعترض جيكس أب أوكي تعجبني كذا آخر جيم تخليين الموضوع سبايسي شوي ونبي نشوف أنه المحللين اختلفوا عزائنا مشاهدين البراهة الآن راح تبدأ بالتوفيق اللي في ريقين فوكس كيمينج تغيير في الروستر وبرضو بعد كومبوزيشن مرة كويس وما شفنا كراكس في التوبلي من إكس بيكس فإيش ممكن نتوقع منهم أيضا فريق جيكس أر والتغييرات اللي هم سواها في الكمبوزيشن حقهم مع مالفايت في الميدلين مع البانزر اللي سواها اللي بتفاجأنا فيها ودنا نشوف أشير ممكن نقدمونه مادنس مقعد يلعب كاري جنغلر أشياء كثيرة صراحة ما نطول عليكم أهلا طول مع المعلقين ويلا نتابع البرا حيث اكس بيكس لعب بكاري يعني كونفورت بيك ديالو وبيلعب كامي وريفن لذلك أشعر جدا لذلك يشوفوا لعب كاري بلعبش بمسخرة ولا لعب بكراكاس ويكسايد لذلك أشعر جدا لترى كيفاش يقضي لعب كاري وكيفاش يقضي لعب كاري وبغض النظر وبغض النظر عن وبغض النظر عن كل حاجة بتحصل أمامنا يعني ده سبب كتير ان احنا نفرح النهاردة في سبل المصريين ومغربا ان هم يفرحوا في الأول جراجس طوب اكس بيكس مختارش وماجد مختارش الزنسة فالنهاردة يوم جميل علينا كلنا وهنشوف فعلا ان الناس كلها دايما بتتكلم على اكس بيكس دايه هو لعب رائع صراحة بقي الكاري بيكس ففعلا المرة دي محتوط على الكميل معاك التيم كومب اللي تسمح له ان هو ايبوب اوف لقدام بس في الأبس الوقت جي اكس ار معاهم كومفرت بيكس كتير معاهم المالفايت معاهم سايلس معاهم الرل بارلايز من ساعة ملاعب رل في اول يوم بيتبان ضده في كل جيم فانت فعلا هنشوف الماتش اوب النهاردة يعني مش طبعية يبقى الجيم صراحة يا بروكسيما نر نعم احبي بيدوا ونرى اكازان هادي هي التاني جيم يلعب اكازان في الاي اسي سيزون 2 يعني هادي تاني جيم له الجيم الاولى اللعبها في طوب لاين ونرى اكس بيكس ولكن هذه المرة يعمل اكازان لأكازان يعني هادي تاني جيم له ولكن الولى كانت في طابرين والتانية الآن نرى هو في الميدلين يعني صراحة ان هذه اول مرة راح تشوف اكازان في اي اسي سيزون 2 لعب في الميدلين اتمنى ان يردقوه بي بيرفورمس جيد جدا اكازان بيعرفو اني اللعب اني موهوب جدا يعني اغريسيف لينر عنده اني بلعمل رومز مزيانين 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 وفعلا ومعاه باور بيك في الفيييجو فدي اللحظة المثالية بالنسبة لأكازان انه هو يبقى موجود فيها انه يورينا الميكانيكس بتاعته على تشامبين زي فييجو فييجو كميدلينر الليينين بتاعه قوية جدا يعني سيبك انه مش هيعمل 1v1 كتير يمكن بس في نفس الوقت هيبقى معاه تحكم في اللين هيبقى صعب انك تقتل هذا فييجو وعشان كده شايفين من جي اكسر الناحية التانية فيه مالفايت انا اتوقع بالنسبة كبيرة جدا هذا المالفايت هيبقى فيه الميد لين كاونتر فعلا للفييجو مش هيتعمله في طبعا يمكن جي اكسر يغاري رأيي في هذا الموضوع بس فعلا كل بلاي لها كاونتر بلاي طالع من كلا الفريقين يا بروكسما لا يمكن ان يذهب في اي تقايا نعم خاصة في فوكس جيميك عملوا بيك على فول اي دي من غير فوليبير فوليبير عندو شوية ابي غاتيو يعني رح يكون عندو شوية ابي دامج ولكن هناك مالفيت وهم لايبون فول اي دي رح يكون بيك 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 برابلم إني دي النوم ما رح تجدها مشكلات و مع المالفيت لانه عندو شوية انه صديق مالفيت بس الخوفي الوحيد من ان انت معندكش تورجتس اوي انك تعمل عليهم ال الاطبايت بتاعك يمكن الحكسك الاتبايتم حتى كايسا يمكن هذه الوحيدة اللي موجودة في فريق GXR وكايسا بيعندها سلف بيل كتير بالكيلر انستنجد بطرف انها تختفي فيمكن يبقى صعب شوية او يمكن يستخدموها انه لما الودير يخش الجواه انه احد مميزات اودير ان انت لما بتعمل الانجاج طرف تعمل ديس انجاج بسرعة بكمية الموفمت سبيد بالذات لو هو اواخد الفيز روش فيمكن يستخدموها انهم يعملوا اللوكداون لالفول انجاج بتاع الودير ممكن يعملوا اللوكداون لفارالايز برضو بالررة لما بتجو ان صعب او انها تجو اوت فالاوبشنز في اختيارات كتير موجودة لصالح فوكس جيمينج ولي جي اكس او مبارا ما بتروح بأي اتقاة حرفيا بروفره يا حبيبي ادوي صراحة اه يعني يدير عندو اه اه فى الانجاج وكثير من يعني في الطوبلين عندو اه اه عندو اه ما الفيت يعني قد اه افن يعمل الانجاج وانجاج بهم يعني عندو اه كبير جدا صراحةا وفي المادلين اه ايضا هناك اه اه يعني اصلا يدي راوشي الانجاج بايبيا ويوجد قد تتحقق بجانجل جداً صعب أنك تتحقق بجانجل ويوجد أكثر من قائمة لديك قائمة لديها يعني 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 والخبر الحلو برضو يعني يعني الرد الموجود ضد الريل عندك الاليستر ناس كتير قوي بتحب انها تلعب هذه الماتشاب بيشوفوا ان الاليستر كونتر بيك حلوة ضد الريل لان بتسمح ان انت من الريل تعمل انجج ممكن يلغي الانجج بتاعها تماماً لازم نشوف ناروكيا المرة دي الرياكشن تايم يعني الماتشاب دي بتاعتمد جداً على الرياكشن تايم انك تعمل هاتبط للريل وهي بتعمل الانجج او لما الريل تخش الجوة انك تعمل لها نوكباك لبقى الفريق فانك تعرف انها تعمل لها وان شوت بس انجج مخيف من جيك صار الريل ما الفايت لو جابوا الانجج الصحيح حيما الرعب معك حق خصوصاً ام اف ام اف على الستار عندها واحد الكمبي مخيف جداً يعني يعني تمام بتعرفوا يعني الستار لما بيلعب فايزراج عنده سيسي ماشين كبير جداً يعمل فول كومبو على يعني فول سيسي بال اي و ام اف بتعمل اي والاخ يعني الليستار عمل فول كومب على شخص راح يقتله ببوي جداً ونا بالندخول في المبارك هنا نرى ان البط تيمس رح يعمل لها فقط قصanny فلانك فلانك ام اف تغير هي مجرد هل انت كنف أظن ماذا رأيك فيه في الماتشاب من ناحية ماتشاب البوتلين عندك المسفورتشن واحدة الإجزاست هتمنع أي أول انمي بموجود من GXR لأن كايسر ريل هيعتمد جامد جدا على الأول ان بالذات في الليفل ستة وطبعا زي كل مباراة النهاردة يا بروكسما منشوف الدبل تي بي من الفريقين ممكن نتوقع فعلا بلاي استجاه البوتلين لكن مالفايت بيحب البوتلين عندك تدين تارجس يصراحة الدبل تي بي ممتعة يعني بيكون كتير من من السكرمش في الأول لأنه بسبب تي بيز راح نشوفو 4 في 4 أو 3 في 3 ولكن هناك ملاحظة مالفايت ميد مالطوب يعني يلعب مالفايت مالفايت عندك اختيارين ما بين مالفايت في شوية مالفايت بياخدوا الكومت بادري إنه هم يبعندهم شوية قوة في اللين بس بعدها بيكملوا تانك طبعا دي بيديك ميكس يعني بيديك شوية على شوية ليت جيم عكس لو أخذت حاجة زي في الأفتر شوك أور جراسب أنت تروح فل ميد ليت ديم فهيعرف على الأقل أنه يتريد مع الفييجو وأوبشن الفل اي بي موجود لو شفناها من اي بي مالفايت وذي حاجة احنا شفناها فعلا من جي أكس آر في الموسم اللي فات وحنا عارفين جي أكس آر بيحبوا يلعبوا الستايل بتاعهم وبيحبوش انهم يلعبوا المتا وخلاص فبمكن فعلا يكون مالفايت فيه اوبشنز موجودة فهي صعب شوية على فتر صراحة يعني هذا جيد جدا لي كامي يعني كان هارد ماتشاك لي كامي في أولي جيم ولكن الآن هناك يعني سلاة صراحة تقدر تعمل يعني لي في السهلة جدا اللي كتوفوا إنجيش مع عند ريل والفلاش والإي مع عند ريل والسي سي وشي أكس آر بيخدوا الفرس بلاد على ناروكي وفرس بلاد وراروة من جي أكس آر في البوت اللين الفلاش من بارلايز عملت سيكيور لالكيل على ناروكيا والتوفي تو بدري بدري هتروح للصالح الراست الراست الصراحة عندنا في الريجين بيلعب الصراحة لعب مش طبيعي اللي كانت كبيرة جدا لصالح فرق جي أكس آر وقام بإنجيج ولذلك ماتش أكس آر بإنجيج 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 ضع قتل هدا قتل خطل خطل وكاميل و جراجس الانتوان عندهم حاجة بإنجيج اي فلاش كوبو اكس بيكس استخدم الترانسفير بالسكيلز زل تعليمها من كتر الجيمز اللي فيها جراجس هذه مرة دي بيعملها على كميل بس مرة دي كان يمكن فيه ميس كومينيكيشن شوية بينه وبين ايم هيرو ايم هيرو واضح انه مكانش عايز يعمل دايف بس اكس بيكس كان عمل الفلاش تحت الطاور فالميس كوميكيشن دي اللي سادر بيكيل تانية تروح لصالح جيال سار حسنا انتظر بالساعدة هل انات محتجرة جدا لانه محتجرة انتظر الافتات اوه اه اكس بيكس لا اذا انات محتجرة جدا هل اتم انتظر لصالح جدا هل انتظر بيكي خادر جدا هل ساكش المحتجرة هل سيجر لشي سدر واحد تتكلم طريقة كلها يعني يعني كامل صراحة بهايند بسبب هذا الضيف اللي هو واقع لأنه مخدش هاد هاد الوايف كامل فبس الوان في وان كيل مش اوحاش حاجة بالتسبة لأكس بيكس مع انه خسر طوبلين ويف كبيرة جدا الجولد والفارم كله هيروح تجاه البييجو بوس الكمية بوس السي اس تسعة واربعين فارم وصد تلاتة تلاتين كل ده من الفارم اللي اكزان اخدوا في الطوبلين كل جزء من الخطة ان احنا نخلي البييجو ده فاد يكون لنا عارفين فييجو بيبعامل ازاي لما معاك شوية فارم وشوية ايباس ام هيرو معنطاش ماد نصف لما شف ماد نصف بيعمل ضي في الطوبلين توجه ديركت لدريك واخد الدريك لأنه كانت عنده برايو في البط سايد فيماب وكذلك فييجو اخد تلك الوايف الكبيرة جدا في الطوبلين وكذلك اكس بيكس يعني ما اخفرش كتيرا كتيرا لأنه توجهها الى الميدلين واخدها الفارم الذي تركه اكذا اه ودلوقتي كل مع فوكس جيمينج بس ثلاثة مع جيكسار احنا لسه في ديئة السبعة من المباراة مفيش اي حاجة اتحددت لأن الثاني الاول برضو الراح لصالح فوكس جيمينج شوية ادفانتيجز هنا وشوية ادفانتيجز هنا المباراة لسه مش بيين لها واجهة بس اللي بيين حاليا في البوت لين الاولي كل اتحولت لفرق فارم لصالح الرصد ولسه هنكون عايزين نشوف اكتر من الميس فورتشن لما اللابل ستة تيجي ونبدأ نشوف التأثير بتاع البولوت تايم مع الالوسترميج المباراة لما ارتفجكك وثيرًا Shawn وعلى فييغو فييغو وهو تشامت بشكل كبير في هذه الأساس هذا ما نحتاج أن نشاهده من الفريقين اكس بيكس متعادل في الفارم في التوب لين مهما طلع عليه جانكس ودايفز لكن هو لسه عارف أنه يبقى إيفن في الماتش اوب اللي هو فيها وفعلا حاليا هوفرين تجاه الميدل لين الكميل ماتش اوب بالنسبة لما الفايت عادة متعادل لشوف التوب لين بس مرة إنه يعني خلال ا动فرات الاولتيميتين وكيو ثانية من طابرة يجري من قصة هل سيكون كافي أم لا؟ والطوك عب لعند الفايت ولكن لن يكون هذا كافي ويأخذون كيل على هذا المالفايت لأنه كامي عندها كبير جدا بلافايت سوف يتحول الى ريفت هيريد معه طبعاً البوت مخلص البريدتور هذا سمح له انه يظهر في الميدلين بسرعة وتقريباً هاي بني برضو التيربو كانتين فنشوف دب سريعة جداً في المباراة يا بروبيسيما سوف نحاول تنافس الدب الثانية في الأدير للاير فيرسيس بير مانشان يعني صراحة عادي عادي جداً لانه الميتا يلعبون على التيربو تيم تانك يعني البوت تانك تانك يتعطي كثير منها الموف من سبيد يعني بالأكتف والباسف على الجندرية يعني بعض الكثير من الموف من سبيد وعاد فوليبر يلعب بريدتور يعني راح يكون عندهم موف من سبيد كثير جداً يعني هنا بيشوف دي جانك ما عند مدنس ولكن أوريد واردد ما عند اكس بيكس يب اكس بيكس يعني عارف ان في احتمالات جانك تكون موجودة وفعلاً فاكس جايمين فيه تالاتة في الحراكة حالياً في الريفر يريدون ان يعملوا بجانك لتشينز ولكن هناك بينك وورد هاتف اكسان ولكن لسه مش عارفين ان ايم هيرو موجود لو حصل اي كيل حصل اي برايو ممكن نشوف ريفت هيرلد بس ايم هيرو يقرر انه يستخدم الانباورد ريكول لانه يرجع الباس هنا نرى فوليبر يعمل باتين انتو بوت سايد بريك مازل لي دقيقة وعشرين ثانية ولكن يدير حتى هو يعمل باتين انتو بوت سايد سنشوف هنا 3P3 يعني فوليبر لديه البريداتور وبومي سيندر انتاعوا يعني هذا الفوليبر سيكون عنده تنكينيس كبيرة جداً والغانك سيتر كبيرة جداً بالموب بسبيد سنشوف هنا انجيش في البوتين او ساستنار 3P3 بصراحة الافونتاج عند اف اكس جي انه فوليبر في هذا الوقت يعني لديه كتير من دامج وفيه تليبورت ادفانتاج حالياً مع جي اكس ار سايلس مع تي بي و اكس بيكس لسه رايب جداً انه يجيب الالت بس هو لو اكس بي جداً فلازم جي اكس ار يدوره على فلاي حالاً حالياً اوه تش عندهم تي بي ادفانتاج صراحة اكس بيكس يعملوا يعملوا بولي كتير جداً هذا السلاصاته سالك الكثير متدمجوا على الديه الهيلين الكافي ليقوم بتريدز و اربع حقائع تريدز هذا السلاص الخامس سوف تلعبوه السيفون يشعروا الانجيش و و ستالو و و ستالو في ممتاز fırاتير سا ممتاز وليس على طفل لا افضلية كبيرة لاني relief فييجو اكزان اقتل رالفا تبقى فلوس في جيبه وفييجو كلما معه فلوس كلما معه جولد كلما سيكون في صلاح فوكس وحاليا جي اكس ار معظم الكلز مع هذا المالفايف في الميدلين ولكن ريف هارم يمكن ان يكون في الميدلين احكمالي 2 بلايتس 2 بلايتس 2 بلايتس إنكيبه 3 بلايتس 2 بلايتس احنا إنه قريبه وحش انه كان الهارم وحش اغلب القيام هارم اغلب القيام وحش لكن هنا انا رأى طريق جي اكسر يحصل على هذا ريك انه عندهم رايو في الني بلايين افرائي بلايين ايب والدراجون الاول والتنين هيروح لصالح جي اكسر هنتعادل حاليا في التنين كل فريق معه تنين واحد وجيم ايبن جدا يا فدوكس ما بص الجول فرق بس 200 جول يا طوبر ولا حاجة ممكن اكزان يعوضهم في الميني وايب اللي هو بياخدها حاليا والتنين ايبن كل حاجة ايبن تحس حولينا الماب فعلا ممكن يكون رايح في اي اتجاه كل تيم من التو تيمز مش لاحن وياخد التيم فايت الكبيرة مستنين نشوف التيم فايت ان هتغير وجه المباراة تماما نعم ونرى ان هناك افرنال سول في هذه الجيم افرنال سول رح يكون جيد جدا على كلا الفريقين ولكن على فوكس جيميك اكثر لانهم عندهم الدامج الكبير جدا من كامي وفيكو ولكن كما نرى ان هذا المالفيش يعني لعب فول اي بي يعني صراحة من غير السلاس ولا من غير كايسا ما عندهم السورس انتع الدامج فعلا فعلا لازم كايسا تبقى موجودة عشان عشان جي اكثر يعرف ان هم يعملوا فايت براحتهم احنا اتكلمنا في اول المباراة دي ال اي دي كاريز مهمتهم في هذه الجيم هيكون مهم جدا وهم الاتنين عارفين كده كويس بني الكل معه ستاكس نايس وخلاص حداشر سي اس وان هو يكمله معه جولد سباك كتير ارب ان هو يوصل ل الموثيك ايتم بتاعه يمكن يكون فيه فرق فارم لصالح لاست ورست وفرق جولد كمان بس ده ما يمنعش ان ميس فورشن دايما لها امباكت بالغولفان أتكلم ويكون كافي بقتلهم لسلديهم الدمج راست بيعمل ديزنجيش بلغير فوس متاعه لذلك لن يستطيع الرجوع بلغير فوس ولن يكون لديهم الدمج ولكن أم هيرو أم هيرو بيعمل بريداتور يحاول إيه إنجيش ولكن هو في وضع يصعب جداً لأنه لسلدي هي أشبي ورست بيعمل وانشط بيعمل إنجيش كبير جداً وأكدوان ما زال ما زال لا يريد أن ينتهي هذا الفايت ويعمل ديزنجيش وينتهي هذا الفايت فلاي في البوتلين حلوة من فوكس جيمي ما كانش معهم تليبورت على اكس بيكس بس دي ما فرقش في الآخر عارفوا انهم يجيبوا الكل على وحالياً جابوا التاور في البوتلين حالياً الرايح لصالحهم هم اللي كان عندهم انتحكم اتجاه البوتسايد وعملين يتكلم عليه من أول الجيم واحدة بواحدة تلواتي بقى هالتلاتين فورب وحالياً معاه ال بليد اوف ديرون كينج لا باعوا لا اشتراها تاني او كيك اكزان كفية تقليلي بيتنج لو سمحت وتعريب انا هيتجه ساكن ايتم مفروض تجاه الكراكن سلاير بالتلاتينكات اللي موجودين على جي اكس نعم بريد اوف ديرون كينج سراحة يعني ايتم جميل جداً اغانست مارفيت يعني رح يعمل كثير من الدماج على مارفيت الانوي ادراع يعني بريد اوف ديرون كينج تضرب على حسب سكينيج اتش بي و ايتم جميل جداً اغانست تانكس يعني رح يحمل وانشوت على كثير من اديسيز عدل هذا اكثر قصيف ديلو بيعطيه قليل ملاحة الامبيراتيو ديل دامج ويعطيه قليل ملمو سبيد يب وحوالين الماب حالياً في ادفانتج كبيرة مع ايام هيرو مخلص التوربو كام تانك ومعاه البنطالون والاديين جمعات وقت ابرومة طبعا اسمه حلية.. مش في دماغي خالص اول ايتم اسمه ايه كيف يتم فوق رائعة اول ايتم بانطالون في ايه بانطالونagi في بيليغ لا conscient اسمه بانطالون فانس اسمه بانطالون بانطالون ايه امعه امعه او يا خير ما اتكلم عن الموضوع حواليا لمافي عندك اي اريو و اكازان هم إلا أحد هم المعامل الأفضلية في فوكس جيمينج بس النحة الثانية في يمكن إيبن أكثر مع GXR انا بيشوف كامي كامي صراحة يعني يعني لعب جيم كلين صراحة بخاف عمل بعض الميس بلايس في أطو بلايس ولكن بيلعب كلين صراحة أكمل 324 انتاعه وقريب يكمل البوتس انتاعه يعني هذا الكامي راح يكون بزاف قريبا عندما ينهي يمكن إيبن الأفضلية نعم نحن نتحدث الآن بإيبن الأفضلية يجب أن الفريقين يبدأوا يفكروا ما هي الأفضلية كما يحتاجونه لكي نفعله تيم فايت وواضح أن فوكس جيمينج عرفين الفياجو معها والأفضلية والباقي الفريق معها الميثيك مفقلص هو أيضا الميثيك ويبدأنا سنبدأ نرى فايت حوالين التنين الثاني وضعوا هيرالد ميد لكي يأخذوا البرايو في الميدلين لديهم الآن بيرما برايو في الميدلين لازم يصفتوا يعني شخص الى الميدلين اللي كان يعمل الفندر ولأنه إرهالد ولكن في غدا عيثة صعبة وسترون بريكر مع العدسالي السلاس ولكنه قدر من أكبر جداً ولكن كامي في الباكل لنا هو وقت حفظ ولكنه في المهيرو موجود وفي المهيرو طون كونكينيز أكازان أوتا تكرا أوتا تك في المفاول بلايد أو فراني كينج هل سيستطيع ان يعمل 1v2 ولكن ناروكي موجود هل سوف يستطيعون ان يقشلون ولكن سمايت موجودة ويعمل الهيلين ولكن بلايد اوف دريني كينغ بتعمل البروك دياله وتاخد السول إذا اخد السول انتع يدير ولكن فوكس كيميك بيربحوا هذا الفايت كلين فايت معد ام هيرو ام هيرو عمل انجيش كبير جدا في الباكلاين وكذلك إكس بيكس إكس بيكس يعني ربح وقت كبير جدا لهم لقد قام بالزونين انتع لي رست والباكلاين في الباكلاين يعني ما خلاهم ستتلعبوا هذا الفايت وعمل الهوم زون وقام يعني وقام بترنك الاتش بيكاتين اللي باكلاين وقام وقام ام هيرو بانجيش على الباكلاين وقام بخلقها وكمان الفييجو اكازان اتكلمنا عنه من الاول المباراة الدي اي مهم الجولد وبان في التيم فايت دي يعني او ما بروكشيس مات في اول التيم فايت كانت شكلها الفايت مش هتروح لصارح فوكس كيمي بس اول ما بيجيب كل هنشوف دلوقتي في الاعادة شوف اكازان ما كانش موجود في الفايت من اول وكانت واضح انها لصالح بوس اه كي جابه الكل على المال فايت بس في نفس الوقت من الفايت اكس بيكس عمل اداة رائع جدا ناروكي كان برا الفايت راست طبعا ام هيرو اللي نعرف يهرب بوس في الاخر خالص اعرف يهرب بوان ايتش بي ماني سليما انتتكر ان الكل هتكون جاية عليه وادي كوت بيجو مع بلايد او جرونكي ومعاء اللايف ستيل معاء الهيلينج ومهما السمايت اللي طلعت من مادنس عشان تعمل نهيل من الدراجون ففراشق الاخر عشان التيم فايت والتنين الثاني هيروح لصارح فاكس جايمينج 5000 جولد قيا تعمل 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 معا المجربة جدا من ter Ven مغلق مغلق مراجعة تباعة بسيق وقفة وكامي تباعت ولكن GXR فقط يقومون بالساكرافايس لأنه كان عندهم فيجن على إكس بيكس كان إنا فلانك بوزيشن هل فوكس جيميك سوف يتوجهون لبارا لأنهم لديهم نمبرز ادفانيش؟ يب البرن ممكن موجود على الترى الريزر فعلاً او البرن هيبدأوا فريق فوكس جيميك جونجلر مش موجود مالتس مش موجود كاف دي مع اوشا الانستوبابل فورس أمانهم الوحيد أنهم يحاولون يعملوا ثلاثة بارا الدير يبالوش بي وكافد والانجليش كبير جداً معد كامي كامي بالأوتيمات على على مالفيت مالفيت بيموتش وخاب الطنكينيس ديالو لقد موحا موحا وهذا المالفيت أكازان أكازان وفيش الباكلاين بياخد سلل ونتعريل والإي إن والأكازان وأوتا تكرا أوتا تك والدامج كبير جداً والسي سي ونارو كيا بالكمبو ولكن هذا السلاس تانكي جداً ولكن الالجمية باك معد أكازان أوتا تكرا أوتا تك بالبلايد اوف دوريني كينغ والهيلين موجود والدامج موجود كل شيء موجود في هذا الأكازان هذا اللاعب مخاطرًا يعني صراحةً وإكس بيكس بالإن لم ينتهي هذا لقد سيكريزا وبارا والآن نارو أنه يدير لا 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 رأساً أكازان أكازان لما ينتهيه بعد والدوليو إن والسي سي والدامج كبير جداً بالريلي كينغ أكازان سميرفين أكازان جزء سميرفين أكازان بيلعب فييجو بلاعبة مش طبيعي بس لازم 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 تاخد فييجو لازم تاخد السول بس فعلاً هذا اللاعب كمية الضغط اللي هو عمله في التيم فايتس كمية الضغط اللي هو حطه في الفييجو بيك كل ما يجيب كل خلاصة بتسرق اللي بعده وبتعمل ضمار كامل على سميرز ريفت جاية من اسمه الملك المدمر فعلاً عمل تدمير كامل أكازان واضح أنه مرتاح جداً على هذا الشامبين وفعلاً الجولد والكلز حوالين الماب عمالة تبقى اوت اوف كنترول يا بروكسي 16 ستة صالح فاكس جيمي عمله في الأعادة أول ما فاكس جيمي شافوا الانجاج جاي من جاكسار جابه الكلز على طول وأكازان شايفه أخذ المال فايتس عمل حيو على بقى فاريلايز أخذ فاريلايز عمل دابيو على بقى الفريق وهذا يعني لولا ان اسمه هذا سايلس سرق الامبريكبويل من الألستر كان زيار هو كمان بيوضع معنا نعم أكازان صراحة عنده دامج كبير شئدان بلايد اف درويني كينج وركن سليير انتبعوا يعني صراحة أكازان عمل كليين جيم صراحة وفوليبر أيضا لعب كليين جيم صراحة وناروكيا بالإنجاجز نجاعه والكومبوت نجاعه بالبرما سيسي والرست وانتو ما كنتشوفوه الدمج الكبير جدا اللي بيقوم به أكازان كل الفاكس جيميج فانز حاليا فرحانين جدا يعني مع ان اكس بيكس مش بيلعب جراجس لسه متفوقين وعملين اداة حلوة حولين الماب الأمل موجود يا فاكس فانز ما تلاقوش يمكن ان اكس بيكس تدعمل كاتشنج اوب شوية كان واحد ثلاثة دلوقتي بقى ثلاثة ثلاثة على هذه الكميل ما شفناش كتير برضو من السايلس بيك مع ان عنده شوية ألس حلوانا ان هو يسرقها او اكتشي هي ما فيش غير الامبريك اللي قوله من ألستر على خبر اللي تديله ثانكيرت في اثنين فايت نعم نعم هذه الكامي قوية جدا الآن ليفل ثلاثة عشر وأكمل سفنس هيدرا وترينيشي انت يعني عندها تدامج كبير جدا هنا نرى السور فوينت لفروكس جيميك الدريك الثالث لهم يعني عبقى نقصهم غير الدريك واحد فقط ليفريطهم يعني فرق ما بين السول انتع انفرنال اللي راح تعاونهم يربح هذا الجيم جدير وفعلا البتلين ماتش اپ برضو يا فروكسا لم تحولتش الى حاجة اكتر كان راست معاها ادفانتش بس الاختيار من انك تعمله فوكس من فوكس جيمين كان ولا اروع صراحة كان راست مش عارف تيلعب تيم كايت براحته ان طول الوقت فيه بيعمل ضيف عليه في اتس بيكس موجود يعني مهما كايسا بتعرف تعمل كويس اللي نفسها ده مش بيبقى كافر المفترض في حرفين ثلاثة او اربعة بيعملوا باية بيعملوا 3-1 1-3-1 يعني استراتيجية 1-3-1 لكي ياخدوا يعني الطاورز اكازم بيعمل بيعمل بيش على الوايفز لكي ياخد برايو في الميدلين وناروكيا وامهيرو في بروكسيس في البوتلين لكي يستطيعوا ان ياخدوا طاور انتع البوتلين وايكس بيكس يعمل بيش في الطاو بلين لانه لديه المفترض بيعملوا برايو يعملوا السلوكيس لكي يعملوا برايو في الطاو بسايد وثلاثة اشخاص يعملوا برايو في الطاو بسايد يب الواحد واحد ثلاثة طلعا عشان يحاولوا ان هما يعملوا بيها الضغط فوكس جيمينج يلعبوها سيف سيف و سكيور مش عايزين ان هما يسيبوا اي فرصة ان الجيم ده يتعملوا ثرو بالزالة هما واخدين انهيبوتر في الميدلين فعندك الميدلين هيكون على طول بس بس الدراجن سول لسه اربع دقايق لا يفعش انك تلعب عليه قريبا فوكس جيمينج عندهم الاختيار ان هما يستمعوا الى اربع دقايق او ان هما يحاولوا يعملوا فورسة تيم بايف صراحة كلم ماكرون عند فوكس جيمينج ما بغوش ياخدوا ريسكس على البرش يعني ما بغوش يديروا فورسة على البرش لانه بارون بوف رح يمشي بري فيري سون انفوا بارون بوف تقدر لهم داروا ديزيج الان صوف ينتجرون فقط هذا الدراج يحاولوا ياخدوا البرايو في الطاو بو والميد والبور لتأكدوا لهذا الدراج لانه في هذا الدراج الذي يهم السول ستكون مهمة جداً لها هذا الفيغو وفوليباري ومف وهذا حوالين المعب الفريقين حدوا اللعب تماماً جيك صار صعب جداً بالنسبة له من هما يحاولوا يدوروا على انجيج يجب ان يستنوا حد من فوكس جيمينج انه يكون خطأ من المعب هذا المستخدم موجود لديه 2 قمت جيك صار يعرف ان هما يعملوا لأي شخص لأي شخص بس صعب انك تأخذ من فريق فوكس جيمينج عندك البييجو الكاميل المسفولشن الثلاثة بيعرف ان هما يهربوا بسهولة جداً وطبعاً الواليبار فحتى الواليباري يبقى صعب انك تلاقيها بالذات الندراج الواليباري نعم بارون خمسين ثانية لم نتكلم عن ناروكي صراحة اللعب جيم جداً يعني بيعمل انجيج بيعمل بيل على ايميف صراحة هذا الاليستار يعني كلين جداً جداً يعني كل ما يحتاجه ايميف بيحتاج البيل والانجيج والمساعدة بالكمبوات بيعمل كانسل على الان يعني بيري بيري كونفورمانس ناروكي وفعلاً هو ده اللي احنا مستنيين في بارن سيسباون حوالين الماب ريب والأربع ده قربوا يعدوا بالدراجون سول اللعب صبور جداً شاكين الصدر على فوكس جيمينج بيعابوها بالماكرو بيعابوها بالزكاة بيعابوها بالسكيلز الموجودة اوه 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 ريزيت 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 لا 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 اف اف خلاص اف 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 اوه 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 فريق فريق فوكس غيميك الآن سوف نرى بارون ستارت هنا لأنه هناك فردين من أفراد جي اكس ار في البوتلين والفرد في الميتانج في الساعة بعالك Vulner سوف يبدأ هناك فريق في البوت إلى تح是不是 عندما يسكد مريح لأصلاق ع pil Frox لكن يجب أن يجب أن يoc specifred أنه لا يجب أن يقري بك في مية waveform وأنه لا يجب فريق فريق لا يكذب في العمل أرى اتابع metadata لم يكذب أن those waves لكي يقوم بإنجليج ولكن كامي معها سلاسة سلاسة هو عنده تي بي إذا كامي عملت تي بي على هذا البارون سلاسة هو سيعمل تي بي على هذا البارون لذلك سوف يكون تعادل التام ونا نرى الأفرنا السول سيكون يعمل سباون ولكن نارو كيا عمل ريزيت رح يرى هنا تريد فور بارون فور دريك هل هذا ورتيج فور افك اكش دي او لا؟ والمصدر لكل صحيح ربما سوف نرى هنا لأن هناك 2 انهبز يعني عاريات يعني 2 انهبز لا يوجد 2 انهبز بدون طاور ولكن هناك فردة في البوتلين يعني فردان في الميدلين لنستطيع أن نتحدث هذا الطاور في الطاوبلين وسوف يأخذون 3 انهبز مع امباورد مينيون يعني فاشك تأخذ 3 انهبز ويكون عندك كثير من مع السوبر مينيون يعني 2 سوبر مينيون سوبر ويف مع البرون بوف ربما سوف نرى انهبز تريبل انهبز من فوكس جيمينج حوالين الماب مستحيل صعب جدا انك تعمل كومباك منه بالذات المم التخديم يعتبر في نفس الوقت في جيش حرفيا سيبدأ التجه حاليا انتجاه جيكسر لما سوبر مينيونز عندك 2 سوبر مينيونز من كل لين يظهروا حواليا الماب بوص حاليا انجايين في السكة بوص على الميني ماب في هو دا الجيش اللي هم نتكلم غير سوبر مينيون جيش جيش كبير قادم جيكسر ربما سنرى لا يستطيعوا ان يقوموا بالفايت مع هذه السوبر مينيونز مع الامباورد مع البوف مع بارون بوف بيعملوا كثير من الدموج ويكونوا تنكي كثيرا كثيرا يعني لان يستطيعون ان يقوموا بي 5 في 5 لحد الان عام المباورد يقدمو يجب أن يقوموا بحيث يجلس يجب أن تتكلموا لديها بالتباه مينيونز للبيينز المترجم للقناة وصود الأتلاس يقومون بإنهاء هذه المباراة جي جي افك شتي كلين بفورمانس معند أكازان صراحة فريق كله لعب كلين جيم صراحة خصوصا أكازان أكازان The EVP of the game صراحة فييغونت وكلين صراحة لعب مباراة حيلا صراحة بيئ الفييغو وهذا حلو مكرو مكرو لعبو حلو هوي صراحة فريق فوكس جيمينج عرفوا ان هما يتحكموا في اللينز عرفوا انهم عملوا الروتيشنز عرفوا ياخدوا البارن عرفوا ياخدوا الدراجن كان لعب يمكن بطيء شوية مع اننا شوفنا كيلس كتير بس كان فيه بطء يمكن شوية في اللعب بس ده كان تحكم كان صبر من فوكس جيمينج مش حايدين يسيبوا اي فرصة لأي المستيكس انها تطر وده أدى في الآخر اللعب البطيء يعني هو الأدى للوين في الآخر اللعب البطيء صراحة لدي أول مرة بشوفوا اكس بيكس بيلعب بكاري يعني مو بيلعب مالفيش ولا كراكس يعني عمل جميل جدا كان يعني عمل صم ميستيكس في الأرلي جيم ولكن عالج هات الميستيكس لي دارهم في الأرلي جيم في اللعب البطيء يعني عمل سكيلين جميل جدا وتيم فايت بوزيشوني جميل جدا من عند إكس بيكس صراحة بيدخل على الباكلين بيعمل ألتيمات على راست ما بيخلي راست يعمل يعمل داماج ويعمل السورس متاع الداماج لفريق جيك صار هو راست ولكن إكس بيكس يعني ما مخل راستي لاب ياب وياب وده كان هو الأداء يعني مع ان فعلا راست كان معي أدفانتج كان صعب جدا بالنسباله انه هو يعمل كومباك للجيم ومشوف ناش كتير والله يا بروكسيما من المالفايت يعني توقعات المالفايت كونتر بيك لفيايجو انها ممكن تتصعب الدنيا عليه يعني في الآخر بنا تانك ما بناش اي بي توقعنا ان هو ممكن يبقى تانكي شوية ممكن ان هو يحاول يجو ان يعمل يبقى في شوية خطر على المسفورشن وهي بتقلت بس البيل والإنجاج اللي كان موجود من فاوكس جيمينج ما سامحش لده انه يحصل نعم كحق نعم كحق نعم كحق لذا راح تخطو يعني هذي كنس هي اخر جيم عندنا اليوم راح نخليكم مع بريك ولكن ما تنسوا هناك انترفيو مع بروكسيز من فريق فوكس جيمينج راح نخليكم مع بريك شكرا 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 شكرا